وللمزيد حول الحالة الجوية التي تشهدها محافظات سلطنة عمان ينضم إلينا من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة الزميل فارس بن جمعة نوهيبي فارس أهلا ومرحبا بك ومن خلال وجودك هناك في المركز تطلعنا على آخر مسجدات هذه الحالة الجوية نعم خالد نوافقكم من هنا من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة لمتابعة آخر مسجدات الحالة الجوية التي تؤثر على عدد من محافظات سلطنة عمان الساعات الماضية شهدت عدد المحافظات هطول أمطار أدت إلى قريان الأودية والشعب هنا لخصائيون في المركز يتابعون أيضا هذه الحالة الجوية بشكل دقيق وأيضا عبر خراءة التنبؤات العددية ويقومون بالإدلاء بكافة التفاصيل لوسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي لمزيد من التفاصيل حول الحالة الجوية ينضم إلينا في هذه اللحظات يونس بن حسين الشيزاوية خصائي أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني نتحدث بداية عن آخر المسجدات لهذه الحالة الجوية أسعد الله مسأك أخي فارضنا أسعد الله مسأل جميع المشاهدين الكرام اللهم أجعلها أمطار خير وبركة الحمد لله بالأمس أصدر تنبيه رقم واحد بغزارة للأمطار على المحافظات الشمالية لسلطنة عمان وقد بدأ التأثير الفعلي لهذا الأخدود بأمطار متفاوتة الغزارة ابتداء من محافظة مسدم وتدريجيا لمحافظة البريمي ومن ثم ذلك في محافظة الظاهرة وشمال الباطنة وتبعتها لاحقا محافظة الداخلية حاليا هناك أمطار تتراوح بين الخفيفة المتوسطة على محافظة جنوب الباطنة وهناك أيضا نشوء لخلايا ركامية ممتدة من صحراء الربع الخالي وهي متوجهة حاليا في محافظة الوسطى ومتقدمة بقادم الوقت بمشيئة اللاع على محافظة شمال وجنوب الشرقية وقد تكون هناك أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح هابطة النشطة في الساعات الأولى من الليل وأيضا قد نشهد أيضا أمطار متفاوتة الغزارة أيضا قد نرى تساقط لحبات البرد على المناطق الواقعة في نطاق جبال الحجر الشرقي بالأخص نعم الآن الحديث عن مسألة كميات الأمطار ما هي الولايات التي شهدت أكثر هطول الأمطار وكميات من المياه؟ نعم هناك كميات متفاوتة الغزارة على محافظة مسندم والظاهرة منذ فقر هذا اليوم وأيضا محافظة الداخلية وشمال الباطنة وقد سجلت كميات أمطار لمحطاتنا التابعة لهيئة الطيران المدني كميات متفاوتة الغزارة هناك محطة خصب في محافظة مسندم سجلت 9 مليمتر ومحطة إزكي في محافظة الداخلية سجلت 27.5 مليمتر وأيضا محطة الحمراء في محافظة الداخلية سجلت 28 مليمتر وهناك أيضا محطات من محافظة إلى أخرى سجلت كميات تراوحت بين 5 إلى 10 مليمتر إلى متى سيستمر تأثير المنخفض الجوي ومن المتوقع أيضا متى سيتلاشي أيضا من شئة الله تأثير الأخدود الجوي قد يستمر إلى مساء يوم الأربعاء وتركيز على محافظتي الوسطى ومحافظة الظفار قد نرى إستار تنبيه رقم 2 من قبلنا من هيئة الطيران المدني قد يصدر في قادم الوقت في كل ما هو متعلق من شئة الله في التوقع بأمطار الغد شكرا جزيلا كان معنا يونس بن حسين الشيزاوي خصائي أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني وحتى تتلاشى الحالة الجوية يبقى خصائي الأرصاد هنا يتابعون هذه الحالة الجوية بشكل نعام ويستعدلون أيضا بكافة التفاصيل المتعلقة بالحالة الجوية إليكم الصوت والصورة لاستكمال ما تبقى من نشرة الخامسة ترجمة نانسي قنقر